خلونا نتذكر البدايات والبدايات في السينما في سلاسي أضواء المسرح تي كانت البدايات والستاذ بياري إيه اللي خلى هذا النموذج ينجح النجاح الباهر ده يعملوا فوزير يعملوا يطلعوا على المسرح حتى في حفلات فنية غنائية في وقتها بعدين يدخلوا على السينما إيه اللي كان مميز جدا في السلاسي ده في السكتشات اللي بيقدموها كانوا يعني هو كان بيقول لي مثلا كنا نوفر فنجيب الطابلة وعشان نروح الفرح ونروح مش عايه بصي هو أوجد نموذج يعني سمير قال لي أن معظم الحاجات دي هو اللي كان بيلحانها هو اللي كان بيلحانها فجورج كان يدير هذا السلاسي بحنكة شديدة جدا هو الماسترو يعني والضيف كان يعني هو كان بيحب الضيف أنه بيخرج يعني وكده هم قدموا حاجة الناس استمتعت بيها فعرفوا يطوروها مع نفسيهم وبقوا بقوا نكحين فالسينما استلق يعني استلق أخدتهم كده وراحت إيه زي ما أنت عارفة نظام السينما أو الأستاذ يطلع مثلا سي مطرب شعبي فيبتدوا يدخلوه في الأفلام يعني سي محمد طه جي فت في وقت ملاقات محمد طه ده كان موجود في أفلام فلاقوا حاجة دمها خفيف الناس بتحبها لما بتيجي في حفلات التلفزيون كانوا هم بيطلعوا في حفلات التلفزيون فابتدوا يترقفوا هذا السلاسي اللي دمه خفيف وابتدوا يدخلون في الأفلام كعناصر مشاركة مش أساسيين وابتدوا كده يعني كانوا في الأفلام بيجيين إيه مع سلاسي أدواء المصرح تلاقي كده أسامير حاجات كده خفيفة كده لغاية بقى ما عمنا نيازي مصطفى وعلى فكرة سامير لما كنت أقوله يقول لي لا نيازي مصطفى يا أنهار ربيا كان يعني حسسني برهبة شديدة يقول لي ده رهيب احنا ما كناش نقدر نفتح بقنا في الستوديو فنيازي طبعا أستاذ كبير يعني عارف يترقفهم وابتدى يعمل أفلام بطولة السلاسي مع سعاد حسني مع حسن يوسف كان ساعته هو الجام برمير في الوقت ده وانطلقوا بقى وعملوا الفرقة المصرحية بتاعتهم كانوا الأول بيعرضوا في مسارح زغيرة كده لغاية ما أخدوا الهسابير وعملوا فرقة السلاسة دولة المصرحة وكانوا بيقدموا اللون ده يعني هو اللون ده موجود متسجل برضو الاسكتشات دي وفي المصرحيات بتاعتهم يعني والقصة معروفة بعد كده الضيف توفى فخرج سمير وابتدى هنا بقى بوفاة الضيف وده كانت يعني وفاة متسجل سنة سرعين وكان صغير جدا تفرقت هذه الفرقة ليه الفرقة دي ما كملتش بتضيف عفوا بسامير وجورج هنا بقى دي كانت مرحلة فاصلة في حياة سمير وقعب شوية كانوا كسنائي فترة عشر ثمان سنين من سبعين الفرقة دي تفرقت مش بوفاة الضيف أحمد بوفاة أخو سامير غانب السيد الله يرحمه هو يا ما حكالي يعني ليه سامير غانم كان شريك في سلاسيا دول مصر مش ممثل بياخد أجر شريك يعني مش شريك يعني بياخد دي يعني الكرسي يا تقاسماء الكرسي يعني واحد دفع حق الكرسي فكان سيد وفيه أمير أمير أخو جورج وسيد أخو سامير فهم المسؤولين على الجانب المالي فكان هو شريك يعني شريك في الأرباح وفي الخسائر يعني لو فرقة خسرت يبقى شريك في الخسائر لو فرقة كسبت يبقى شريك في المكسب فلما سيد توفى ده كلام سامير ليه بنقله يعني هو حس أنه ما بقاش مش حيست ربعة مش عملية مش حيقدر يقضي على الحكاية يعني كان فيه واحد بيسوق الحكاية صح معايا يعني فاعتذر لجورج وقال له أنا حخرج برى الفرقة ما علياش ولا حاجة يعني خرق سليم جدا وابتدى ينطلق أنه يبقى يشغل في فرق مصرحية خاصة وجورج نفس الحكاية وجورج نفس الحكاية أنا اشتغلت مع جورج برضو عملت له مصرح يعني يعني أنا عشرت ده الواحد وعشرت ده الواحد والاتنين قطيب من بعض ما اشتغلوش تاني اشتغلوا متزوجون لا متزوجون دي كانوا لسه في مرحلة البقاء كان لسه سيدان لا أول ما سيد الله ارحمه توفى توقفت الفرقة خرج سمير غانم وابتدى يعتاجه لمنتج آخر اشتغل معه روايتين تقريبا ثم منتج آخر اشتغل معه روايتين وبعدين أنا اشتغل معايا بقى الفترة الكبيرة الأخيرة دي عملت له ايه أستاذ بياري بص يقولك حاجة سمير غانم مشكلته انه لما يعرض وراية بيقعد بتقعد ثلاث سنين اربع سنين انا عرضت له رواية قعدة سبع سنين اسمها دور ميفا الصوليا عملت له انا ومراتي ومونيكا عملت له دور ميفا الصوليا عملت له مراتي زعمة عصاوة عملت له سيبوني اغني عملت له ظهر لما يلعب لها اخر مصرحية انا قدمت فيها سمير بشكل هو مكانش يعني انا فجئته هو جاء اللي انا عايز وعملت له مصرحيات خارج مصر بقى المستخبي والمحزوز عملت له حوالي 8 مصرحيات او 9 استاذ مازيكا تصور التليفزيون عملنا دي تأليف مجد الإباري عملنا حوالي 9 مصرحيات بس اي فرقة ما عملش 9 مصرحيات كان اقصى حاجة 3 او 2 انما 9 لا ما عملش ده هو ما عملش السكور ده اللي معنا احنا بس فكان يقعد في المصرحية فترة طويلة يعرضها والحمد لله هو كان دايما يتقال عليه مرزق هو فعلا مرزق يعني رزقه في رجله يعني يعني اه يعني كان الناس بتحبه الناس بتحبه جدا 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 لدرجة الناس احنا نعرف الجمهور بيخش مرة و 2 و 3 و 4 و 5 يعني نفس الجمهور اما ليه يخش المصرحية كذا مرة اما ليه اما الحقيقة او 7 سنين ازاي يعني بعد 6 سنين الناس سمعوا عن المصرحية انها حلوة لا يعني بس المتفرج بقى بيتفاجئ ان السمير غير بدل حاجات غير بيغير في المصرحية طبعا مليون في المية